اشتركوا في القناة ملخص جيم الاضواء هعرفكم شكل الامتحان ايه عدد الاسئلة كل سؤال بتحله ازاي وهنحل مع بعض ان شاء الله اكبر عدد ممكن من الاسئلة زي ما انتشاف السؤال اللي ولاني كده عبارة عن محادسة والمحادسة دي تنقصها ثلاث فراغات ممكن يكونوا اجابتين وسؤال او ممكن يكونوا سؤالين واجاب فالمحادسة معتمدة على قاعدة تكون السؤال راجع قاعدة تكون السؤال وعندنا فيديوهات في القناة شرح القاعدة دي هبقى سيبلكم الرابط دي تحت الفيديو السؤال التاني في الامتحان وده سؤال القطعة اللي نقصها فراغات عندك خمس كلمات فوق القطعة عمد وعندك اربع فراغات وانت المفروض بتقرأ القطعة كويس وبتكمل القطعة ديات من الكلمات اللي فوق السؤال اللي بعد كده شباب وده سؤال القطعة الكبيرة اللي هي عليها اسئلة والقطعة ديات يعني مش عايزين نقول ان هي اسهل حاجة في الامتحان لان هي فعلا اسهل حاجة في الامتحان وعندك الاسئلة على الايجابات فما عندكش مشكلة انت بتقرأ السؤال كويس وبتطلع اجابته من القطع السؤال رقم اربعة في الامتحان ودي سؤال وده السؤال الخاص بالكلمات والقواعد اربع جمل الجمل دي منها جمل خاصة بحفظ الكلمات وجمل خاصة بالقواعد السؤال رقم خمسة وده عبارة عن ثلاث جمل كلهم خاصين بالقواعد اللي انت دريستها والسؤال الاخير عندك سؤال البراغراف مطلوب منك تكتب ست جمل عن موضوع معين هو جيبه لك ده كده شكل الامتحان بتاعك ما فيهوش مشكلة محتاج بس شوية تركيز صغيرين وان شاء الله تكون هي المادة الوحيدة او اكتر المواد اللي انت تكون ضمن ان انت تقفل في الدرجة النهائية تعالوا نحل الامتحان ده كده مع بعض هنبدأ بسؤال المحادثة سبلاي the missing parts in the following dialogue هودا and selma are talking about selma's new mobile هودا بتقول did you buy a new mobile سلمة ردت طبعا ممكن حد يرد بسرعة فيقول no i didn't وممكن حد يرد yes i did الاجابة هنا مش مفتوحة شباب بناء على السؤال اللي سألته هودا بعد كده لما قالت who bought it for you يبقى كده هي فعلا معاها موبايل جديد يبقى فوق لازم ترد تقول yes i did هودا سألت تاني who bought it for you من اشتراه لك فاحنا هنا مش عارفين غير لما نكمل فهودا قالت بتعجب your father ابوكي فهي كده ترد تقول فوق my father bought it for me او my father وخلاص هودا قالت your father when did he buy it for you سلمة قالت he bought it for me yesterday هو اشتراه ليه بالامس بعد كده هودا سألت سؤال فسلمة قالت it's three thousand five hundred pounds يعني بتلات تلف وخمسمة جنيه فتسألها فوق تقول لها how much is it how much is it السؤال اللي بعد كده شباب زي ما قلنا السؤال القط على ناقص فراغات عندنا الكلمات leave renewable fuels recycle cut نكمل كده we should do our best to keep the environment clean we mustn't not down trees we mustn't cut down trees because they absorb carbon dioxide also we mustn't burn fossil fuels to avoid climate change that's why we should use وده اللي خلينا نستخدم ها renewable energy such as solar energy and wind power so we will be able to طبعا هنا live يعيش in a safe environment السؤال اللي بعد كده زي ما قلنا السؤال القطعة انت بتقرأ القطعة قويس وبتقرأ الاسئلة عليها وبتطلع الاجابات من القطعة ما فيهاش مشكلة ان شاء الله خالص بالنسبة لاسئلة طبعا شباب هنا الاجابة صحيح هتكون surrounded اللي هي محاطبي two the farmer built a big fence around his fields to not his animals damage destroy protect fill طبعا هنا الاجابة صحيح هتكون protect اللي هي يحمي three if it not i want to go outside rain 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 دي حالة if الاولى عرفت من want هنا فيبقى فعل الشرط عندنا مدارع بسيط وطبعا عندي الفعل it فلازم يكون مضاف له s فتبقى جملة هنا مبنية المجولة يا شباب الفعل اللي عندي اللي هي مفرد فتبقى السؤال الخامس طبعا عندي هنا من روابط الماضي التام قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط فيبقى الاجابة الصحية هنا عندنا هنا شباب من الافعال اللي بتتبع فيبقى هنا الجملة هنا مبنية المجهول عندي هنا تصريف ثالث فيبقى فاضل قدامه طبعا يا ام يا از يا ار يا وز يا وير على حسب الجملة هنا في الماضي عرفنا من كلمة الفعل اللي عندي هنا فاعل مفرد فيبقى هنا وز فتبقى السؤال اللي بعد كده زي ما قلنا سؤال البراغراف جاب لك رأس الموضوع اللي هنا اللي هي العجائب الطبيعية في مصر مطلوب منك تكتب ست جمل تعالوا ناخد الامتحان التاني عادل بيقول what are you doing امير فامير هيقول له I am reading an article عادل قال له what is this article about المقالة دي عن ايه امير قال له it's about pollution and it's dangers ده عن التلوث ومخاطره فعادل سأل سؤال امير قال له we can stop pollution by planting more trees ممكن هنا يقول له how can we stop pollution how can we stop pollution بعد كده عادل سأل سؤال فامير قال له because trees absorb carbon dioxide and keep the air clean فكده عادل هيقول why should we plant more trees ندخل بعد كده على السؤال التاني نكامل نكامل سيقوم بعمل الكثير من المستشفى. سيقوم بسكارات. سيقوم بسكارات النواة. سيقوم بسكارات ويلانات. سيقوم بغضاء المستشفى في المستشفى في المستشفى. السؤال البعدي. كده سؤال القطعة والسؤال اللي بعد سؤال اللي بعد سؤال اللي تشوي. one the museum is not by many بيبول. طبعا هنا الاجابة الصحية يا شباب هتكون جملة مبنية للمجهول. طبعا يا شباب انتو عالفين انبين بيجي بعدها فعل مضاف لان جي لان ده مدارع تام مستمر فتبقى الاجابة الصحيحة. طبعا هنا الاجابة صحيح تكون ستيبل اللي هو السطبل. طبعا الاجابة صحيح تكون يا شباب الشمس بتديني الطاقة الشمسية. السؤال الخامس. one. if she studied harder she not pass her exams easily. طبعا هنا يا شباب هتكون would pass. ليه? لان عالف دي هنا حقلت اف التانية عرفت من ان استطادت هنا في الماضي. two. اماني say that she can't swim. طبعا هنا الاجابة الصحيح هتكون couldn't. ليه couldn't لان هنا جملة غير مباشر محاولة فيه بقى زمن بتاعها ماضي. three. the government able to build new cities next year. طبعا هنا هتكون will be able to. عشان هنا عندي دل على المستقبل. فهتبقى will be able to. والسؤال اللي بعد كده السؤال بتكلم عن اللي هي التكنولوجيا المستقبلية. بكده يا شباب نكون وصلنا نهاية حلقة النهاردة. ان شاء الله هنحاول ننزل لكم فيديوهات تانية قبل الامتحان. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل شروع لايك. لما كنت اشتركت في القناة اللي بتشترك وتفعل زر الجرس. عشان وصلك الفيديوات الجديدة. اشوفكم علي خير ورباني وفاقكم. السلام عليكم.